شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مركز القيادة التعبوي قالوا تسعة والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام ونقل وزير الدفاع خلال كلمته تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القطالية والاستعداد القطالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكانياتها وقدراتها في مختلف التخصصات مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع